اشتركوا في القناة من كلامكم من الاشخاص اللي راسلوني من الاشخاص اللي اتصلوا معي واللو تواصلوا معي يعني حسيت انه وراي اهل وراي عزوة وراي اخوة وراي احبة دعمتوني بصدق انه شيء من زمان ما شعرت فيه او احساس من زمان انا ما شعرت فيه ممكن انا شوية تسرعت ببعض الكلمات او ببعض القرارات او بعض الهفوات يعني الانسان بظل مهما بلغ من العلم الا في لحظة انه يضعف مش عيب مش غلط ولكن الاصل انك تعترف بهذا الشيء والاصل انك تتراجع عن هذا الشيء انك انت تعمل الصواب هذا الشيء لا بنقصك ولا بصغرك ولا بغير الفكرة عنك فانا بعتذر اني مبارح يعني شوي الكل متعود اني انا بعطي طاقة ايجابية مبارح كان يوم شوي هيك ضاغط ازعلت اشخاص ابكيت اشخاص المت اشخاص بعتذر كل الاعتذار امامكم جميعا لكل هدول الاشخاص اللي انا تسببت لهم بحزن لو بسيط وخصوصا لما انا اتكلمت عن نفسي فان شاء الله انها ما رح تنعاد يعني حتى لو ايش مكان ما رح اعيد هذه الامور ممكن تكون فضفضات او موضيع كلام عابر ولكن بدون ما ندخل بالشيء العميق بالمواضيع هاي عشان ما اطيل بالمقدمة بالرغي هاد فشوي حاب هيك اعرج لموضوع هو مواضيع اسئلة انطرحت فانا انطقيت بعض الاسئلة على اساس انه من وين ببدأ الاستغلال او النصب او الاحتيال على بعض الاشخاص اللي بيخليهم شوي يستنزفوا ماليا ومن وقتهم بنقاط بسيطة جدا بكونهم مش من تبهن الله ولكن هم بحاجتها مثلا بيجي شخص مثلا بيقول لك انا ابني انولد بعملي قيصرية هذا سؤال ايجاني هو ولكن انا بدأ حوله بصيغة اخرى فانولد بالتاريخ الفلاني فلما رحت على فلكي عشان انا اسأل عن ابني او عن صفات ابني او عن خارطة ابني الفلكية فاول شغلي قالها الفلكي انه لازم نعدل تاريخ الميلاد يعني لازم نعمل تعديل للخارطة الفلكية لانه هذا قيصرية لازم احنا نحسب للوقت اللي كان بده ينولد فيه وكيف رح تكون الخارطة الفلكية طبعا هذا شيء نصب عيني عينك نصب واحتيال عيني عينك الخارطة الفلكية هي ساعة ولادتك بقيصرية بولادي طبيعية بولادي متأخرة ايش مكانت هي لحظة ظهورك على الدنيا هاي الكواكب في السماء كيف كان وضعها مين اللي بتراجع القمر وين كان موجود كل الكواكب بكيفيتها ككل كيف موجودة وبالافق اللي هي مكان شروق الشمس ايش البرج اللي بكون موجود يعني ايش اللي بكون البرج اللي بشرق فهذا اسمه الطالع هدولة اهم عنصرين بنحسبه على الشخص لحظة ما يجي على هاي الدنيا وهي البصمة او بنقدر نحكي الكود او البرمجة اللي بتبرمج عليها هذا الشخص اللي بتصير مسيرة حياته ككلها لها علاقة بهاي البرمجة اللي بتخلي الو طباع معينة او صفات معينة عصبية معينة حساسية معينة يعني بتخلي ينجرف على الاشياء او يتحرك باتجاه الاشياء اللي هاي الكواكب شحنته فيها ان كان ايجابية وان كان سلبية هاي نقطة فاي شيء اسمه تعالوا اعدللكو الخارطة الفلكية او اعدللك الطالع تبعك طبعا هاي بتصير ايش لما انت تيجي مثلا تولي تعطيني تعديل الخارطة الفلكية بصير في حال انك انت جيت قلت لي انا موليد اليوم الفلاني ولكن انا ما بعرف اي ساعة مولود ولكن والدتي مثلا يالت اني انا مولود في ساعات الضحى فمن الفجر لغاية ما قبل الظهر فهاي مدة فبيجي الفلكي بيسأل اسئلة معينة احداث معينة لهذا الشخص امتى تزوج امتى عمل عملية تخصص اللي درسه اسئلة معينة بسيطة ولكن بيكون لها تأثير على الخارطة الفلكية عشان انحدد البيوت فمجرد ما لفظ هاي الاشياء منبلش نحرك الخارطة الفلكية ما بين شروق الشمس والظهر لحد ما نشوف الانسب والمتطابق مع هذا الشخص او مع الكلام اللي بيحكي هذا الشخص فمنيجي نعمل امتحان انه انا بقول له اشياء معينة او تواريخ معينة حدث فيها اشياء بتتطابق معا مباشرة فهي مش تحزير يعني فكرك صار معاك ولازم تلبس كذا ولازم مش عارف ايش وهذا الكلام لانه هون بيبلش النصب والاحتيال ولازم احسب لك على اربع درجات ولازم الدرجة بتفرق معي والكوكب اللي بتحكم فيك بفرق معي عشان نطلع احنا الغالب عليك والمبتز والكوكب الهابط والخارطة مش عارف ايش كلها هاي مصطلحات للأسف الشديد اصبحت تستخدم كعدة نصب حتى اللي بيجي بيقولك لا ما هو طالعك بتغير والطالع السنوي والطالع الموسمي والخارطة الاستوائية والخارطة الارضية والخارطة الفلكية والخارطة الهندية والخارطة مش عارف ايش وبدنا نشوف الكيتو بدنا نشوف الراهو بدنا هاي كلها مصطلحات الهدف الاساسي منها انه كيف انا اقنعك بسلعة معينة عشان انا اوخذ منك فلوس لانه في النهاية انا بتطلع على جيبتك انا بشايفك قدامي عبارة عن اوراق دولارات انا كيف بدي اوخذها هاي اساسية لما يحس انه انت اخذت منه معلومات وما رح تعطيه عادي جدا ممكن يشتمك ويسبك وما يقصرش حتى فيك فهذه نقاط بدكوا تكونوا ماخذينها بعين الاعتبار الان في اشخاص هذا سؤال ثاني نربطه في السؤال الاول لانه احنا كل كلامنا عن النصب الان في اشخاص مثلا بنولده في اماكن هاي الاماكن ما كانوا يسجلوا فيها تاريخ الميلاد يعني ممكن يعرف السنة الشخصات ولكن ما يعرف الشهر امه ولدته بفترة الثلج وولدته في الصيف في حرارة الصيف فلا تحدد شهر ولا تحدد يوم هنا بتصير الامر اصعب في تحديد خارطة او حتى برجه كبرج الشخصات بتصير الامور صعبة عليه فممكن ناخد لما يجي بول مثلا كان فيه ثلج الفلك المتمرس في هاي الامور بعرف من الخارطة الفلكية وضعية كواكب معينة البلد هاي ممكن كان فيه سقوط ثلج في الشهر الفلاني فهو حدد الشهر فبفضل تحديد اليوم فبتصير الاسئلة على طباع الشخص اللي هي زي التحليل النفسي بصير يسأل اسئلة معينة عشان يستخرج منها هذا الشخص رسام طبخ بعدين امراضه ايش اللي بيعاني منه بعدين حالته النفسية حالته العاطفية علاقته بالزواج عنده اولاد ما عندوش اولاد بظل يحصر في المسألة ليوصل لبرجه ولكن ما بيقدر يحدد اليوم لأنه لتحديد اليوم برضو بتطلب جهد اكبر فهدول المصابين طلعوا بفكرة جديدة اللي هي فكرة البرج الباطن وهاي اساسا لا الها علاقة في البرج الباطن ولا في يش اسم البرج الباطن ولا الها علاقة بالبرج الباطن انه بيجيب اسمك واسم امك بحسبهم على حساب الجمل بطلع معا اعداد بربطها في برج فبقول لك هذا انهم كانوا يستخدموا لأنه ما في تواريخ ميلاد ما في رزنامة كانوا يستخدموا علم ابراج هي نفس الابراج ولكن يستخدموها على الاسماء الان في طريقتين الطريقة الاولى اني انا بحسب اسم الشخص واسم الام وبطلع انا منه برج وعشان اكون ادق بالصفات باخذ الاسم كمان وبطلع منه انا برجه برج الاسم لحال وبرج الاسم واسم الام لحال وبقارن ما بين الصفتين على الشخص عشان انا اشوف قديش نسبة الطابق في الموضوع هي رح يكون فيه نسبة الطابق هاي بتعطيني 20% وهاي بتعطيني 20% تحديدها مش سهل وفيه حساب اخر اللي علاقة بالزيارج او الزيارج العربية القديمة زيارج الادريسية مثلا ممكن من خلالها انا احدد اللي هي القمر وين كان موجود او اشياء لها علاقة بحسابها الشهري اقربه لاقرب منزلة من منازل الفلكية او الاقمار عشان انا احدد البرج داعه هاي هي بكل بساطتها فلا هي بحاجة لواحد يقول لك تعال احسب لك برجك الباطن وبرجك الباطن يتحكم ورقم سعدك ورقم هذا رقم سعدك شو هو تاريخ ميلادك اجمعه مع بعض وحوله لمنزل عشرية هاي رقمك هذا اللي معك دائما برجك الباطن اللي مسمى بالباطن هو برجك العربي اسمك واسم امك حولها لاحرف واجمع وحولها لاعداد الحرف الوعدد بعدين نجمعها مع بعض بطلع معك رقم تعرف الكوكب بتنسبه لله هذا او رقم نفسه بتنتسب للبرج يعني مش هالامر الصعب وراح اعمل لكم بالحلقات القادمة ان شاء الله عن كيفية الحساب والاحرف اه اللي هي احنا بنسميها اه 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 جدول التجفير او جدول الاحرف العربية اللي هو ابجد هوز حطي كلام وكل حرف ايله رقم معين وطريقة الحساب عليه اما مجفر الحساب الكبير او الحساب الصغير وكيفية التعامل معاه وراح اعطيكو يا بابسط صورة راح اعطيكو معاني الاحرف اه معاني اه الارقام ارتباطها باي كوكب كل كوكب ارتبط في ايش راح اساعدكو في هاي المعلومة علشان انتو تصيروا تحسبوها بدون ما تحتاجوا لشخص يجيد فلسفة عليكو انه هو بدي يحسبلكو وانه هو عنده العلم كل هاد الاشي اللي انا حكيته الان عن البرج الباطن والعقل الباطن والمش عارف ايش هي الكلمات اللي بتطلع كله اساسا يعني بنكتب في اقل من سبع ورقات او تسع ورقات ان كثرت انا عشان الواحد يتعلمهم وصير جدول بين ايديه يحسب عليه اقول لك لكل العالم ويحلل لهم شخصيتهم من خلال اسماؤهم يعني الامر مش مش هالالشيء اللي بتطلب انه لازم ينزل علي ملاك عشان يعلمني او انا رحت اعتكفت في مغر واجاني شيخ جليل وعلمني هذا كله نصب واحتيال ما ما الو علاقة بكل هذا الكلام اللي ببطقن اللغة الانجليزية بس يكتب على الكمبيوتر كي على الجوجل اكتب نومورولوجي اه علم الرقم اه بس لحالها بتطلع لك مئة الف كتاب بيحكي عن هذا الموضوع وبيحكي لك اشياء يعني لو قراءتها بممكن يشيبش على الراسة لانه هذا علم كبير مش علم بسيط الانسان خلق على حرف ورقم حرف وعدد فعشان هيكي هذه اساس تكويننا علم الحرف وعلم الرقم فعشان هيكي ما تاخده بكلام اي شخص بيجي بيحكي لك اه انا باشتغلك بعلم كذا وعلم كذا وعلم كذا كله هاد مسروق كلها كلمات مسروقة مصطلحات مسروقة اه من اشياء احنا بنعرف ايش هي بدناش نقول نحكي مسميات ولكن اه كلهم لصوص اللي تعلم هذا العلم بيعلمه بكل سهولة وما في عنده تحفظات عليه وما بيباهره يعني ما بيعمل لك اياه انه يعني يتطلب منك والاحرف والحرف بربطه مع كلمة والكلمة الها دلالتها ومش عارف ايش لا هذا كله حكي في الهواء فعشان هيكي ما بدي اطيل عليكو اكثر من هيك ان شاء الله اني اكون وصلتلكم المعلومة اللي انا بدي اوصللكم اياها ان كان بالعمرين انه بالنسبة لتعديل الخارطة الفلكية شو اسبابها وكيف والعمر اللي اسمه البرج الباطن هو اساسه ايش وبنحسب لا ايش فعشان هيكي عشان ما تنغروا في الموضوع بس مجرد معلومات استفيدوا منها وفيدوا فيها خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 17 حزيران القمر اليوم موجود في منزلة العواء في برج العذراء وهاي المنزلة حكينا هي للربح والحرية والزواج رح يمكث فيها حتى تمام الساعة 10 و9 دقائق من صباح يوم الخميس اللي هو صباح اليوم لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر موجود في برج العذراء زي ما حكينا وحكينا لما بكون القمر موجود في برج بناخد من اهم صفات هذا البرج فبما انه بدنا نكتسب من صفات العذراء فمنعود لطبيعتنا الجادة بننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة او في المحافظة على وزم مناسب وبرضه بنقبل على عملنا بهمة ونشاط وما بنترك لا شاردة ولا واردة دون تفحصها بنجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام وبنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتفقد انفسنا او نتوهم امراض يعني نوع من انواع الوسواس ما الو اي وجود هاي الفترة افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول المسكنات او المهدئات بهسعن اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية والزوايا الفلكية لا تقل قيمة عن التوقعات اليومية لانه لازم تسمع انت الزوايا الفلكية تاخد ايش تأثيراتها بالضبط وتسقطها على برجك فبتلاقي انه انت كملت المعلومة عن كل اشي محتمل انه يصير معاك خلال هذا اليوم من زوايا ومن حركة قمر فعشان هيك لازم تركزوا على الزوايا زي ما بتركزوا على التوقعات طبعا اول زاوية اليوم رح تكون معنا زاوية تثليث ايجابية هي رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع دقائق صباحا وهي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل ايجابي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية وهاي رح تكون في ساعات يعني تقريبا ما قبل الظهر هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وستعشر دقيقة صباحا يعني ما قبل الظهر بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استعثار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية القبل الاخيرة هي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و7 دقائق ظهرا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وبيتحسن ابداعهم اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية التقاوب السلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة 8 و54 دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بالنسبة للقمر بما انه موجود بالعذراء فاخلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة رح يكون يوم 18 ستة بيبدأ في تمام الساعة 53 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 58 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر بصير في الميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المربع سبع ايام في تمام الساعة 48 دقيقة صباحا بيصبح ثمن ايام نسبة الاضاءة بتصير 45% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 40% القمر في العذراء حتى يوم 16 ستة سعيد بنسبة 15% عطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22 ستة منتحس بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 60% المريخ في الاسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% طبعا يوم 26 بده يبدأ في عملية التراجع اما بالنسبة لزحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة وهو بدأ بتأثيراته السلبية لانه بدأ يتجهز لعملية التراجع يوم 25 ستة ولكنه الان هو سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك طبعا الوضع الان ان القمر مستقر في بيتك السادس اللي له علاقة بالزملاء له علاقة بالعمل له علاقة بالصحة فعشان هيك بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر بالارهاق بسبب كثرة الاعباء او الضغوط او الاعمال حاول انك تنظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات حاذر من التبذير لانه ممكن اليوم تعالج بعض المسائل المالية وممكن تجد حلول لبعض الفواتير المتوجبة عليك ولكن الاهم انك تنتبه على اعمالك وتنتبه على صحتك برج الثور طبعا اليوم يعتبر من الايام القوية جدا بالنسبة للك لانه اليوم القمر موجود في العذراء بيتك الخامس اللي له علاقة بالرغبة العلاقة بالحب بالاحباء بالترفيه فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اهم شي انه اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة حاول تصحح الانطباعات عنك حاول انك تثبت للمشككين طاقتك وقدرتك على اشياء كثيرة اهمش انك ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الانجاز يعني بدك تثابر اليوم وتجتهد لتحقق كل شيء انت بدك اياه برج الجوزة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم الاهتمامات كلها الها علاقة بالبيت والها علاقة بالعائلة فعشان هيك اليوم بتجدوا تعاون من افراد العائلة اهم شيء انك تهدئ من روعك وحاول انك تتوقف عن التفكير ولو قليلا حاول انك تكون هادي وتحل المسائل بعقلانية ممكن تقلق بشأن احد افراد العائلة وممكن شوي يعني هيك انك تختلق بعض المشاكل فحاول انك ما تخالف الرأي العام وحاول انك ما تكون عدائي حاول برضو انك ما تناقش بجفاء حاول تكون لين جدا عشان تقدر تحقق الشيء اللي انت بدك ايا برج السرطان بتنشطوا اليوم في مسائل الها علاقة بالسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا العلاقة مع اخ او جار وبرضو بتكثر عندكم اليوم التحركات والاتصالات والحوارات وحتى ممكن بعضكم يكون عنده بعض الامتحانات او المقابلات او الترويج لسلعة معينة فهي فترة ممتازة لعقد مؤتمر او للقيام برحلة حاول انك ما تكثر المطالب وتجنب الاعتماد على اسلوب فض يعني بدك تكون مرن وابتعد عن التحديات الاجواء جيدة مساعدة للك بشكل جيد فاستغل هاي الثمرة برج الاسد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي ولكن انا بالنسبة للي بدي انبهك انك بدك تكون حذر من النفقات بالفترة هاي وتنتبه على اموالك من السرقة او الضياع ام تنعو عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقش مواضيع مالية اهم اشنك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبدر اموالك وحاول انك تكون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على عقد وحدد اهدافك بشكل جيد اذا عندك قدرة اليوم انك تسدد بعض الفوتير او الالتزامات فما تتأخر لانها الفرصة مناسبة برج العذراء ثقتكم بانفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط لحد عالي جدا اهم شي انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم الوضع يعني شوي له علاقة بالتحسن اكثر من اليوم الماضي فعشان هيك اليوم تقدر تحسم امورك وتقرر على اشياء جديدة ممكن تفرح لانفراج او لتسوية او لتطور امر ما اهم شي انه ممكن اليوم تلفت نظر الاخرين بافكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات وتنتهي المفاوضات هاي لصالحك شرط انك ما تفقد السيطرة وتعصب او تنتقد اشخاص وتزعلهم منك برج الميزان يوم اخر طبعا ضاغط لانه القمر ما زال موجود بالعذراء بكرة بنتقل عندك فعشان هيك بدك اليوم برضو تدير بالك لانه بتطلب منك هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتك وعدم المبالغة في انجاز ما لديك من عمل متراكم او واجبات ممكن تعيش اليوم في دوامة من الكآبة او الاحباط او الغضب او الزعل او الحزن هاي فترة تعتبر فترة ارهاق وتقاعص حاول انك تبتعد عن الاجواء الصاخبة والاماكن المقتضة وابحث عن الهدوء قدر الامكان وعن السكينة هذا اليوم بتطلب منك انك تأدي الامور بشكل روتيني ولكن بالايام القادمة رح تصير الاجواء افضل واحسن برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم بشكل كبير لانه اليوم بتركز على الوضع الاجتماعي منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك اليوم خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة فما تحاول انك تتراخى ابتتاح لك الفرصة اليوم لغربلة ومعرفة الصديق من العدو حاول انك تظهر انفتاح واهتمام مع محيطك ممكن يبادر احد الاصدقاء بمساعدتك في مسألة ما وممكن تطلب انت المساعدة او تساعد احد الاصدقاء برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه اليوم عندكم قدرة على المحافظة على انجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقتكم مع المسؤولين ورؤسائكم بالعمل ممكن تنجز اعمالك بشكل جيد ولكن بدك معنى تنتبه لبعض الامور اللي شوي ممكن تكون حساسة فقبل ما نوصل لها اليوم ممكن تطلقى عرض او تجد نفسك في موقع مهم اهم اشي انك تكون عند حسن الظن وعشان نرجع للسلبية فبدك تتجنب اليوم الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث بشكل مباشر برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة في مجال السفر في مجال الاتصالات وخصوصا لبعيدة او مع اشخاص خارج البلاد او شيء له علاقة بالجامعات او الامتحانات الجامعية اليوم بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم بتفرحوا الانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة ممكن تتلقى اليوم اشارة ايجابية كانت صعبة او كانت مش موجودة او كان يعني كنت بتنتظرها هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد العواصف اللي عصفت فيك في الفترة الماضية عشان هيك اليوم مميز فحاول انك تستغله برج الدلو طبعا بظل الامر احسن من الايام الماضية لانه القمر اتحرك الان وصار في البيت الثامن فعشان هيك اليوم بتركزوا على الامور المالية وتنظيم اموركم المالية وخصوصا الاموال المشتركة يعني اللي بكون في هاي الاموال فيه شريك الشريك هذا زوج الشريك شريك مال شريك عمل شركة مال بنك مال ضريبة مال تأمين كله هاي الاموال اليوم بتعطيك نوع من انواع الفرص والفرص بتكون متاحة انها تعطيك مكسب بيجي مثلا من امور بنكية زي ما حكينا اللي هي الامور كقرض مثلا اهم يشينك تخففه من النفقات المتصاعدة حاول انك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بالقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية ولكن باستطاعتك اليوم بحث مواضيع لها علاقة بقرض او تمويل اهم يشينك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل او في مجال العاطفة اهم يشينه اليوم ما بنصح اتمام امور لها علاقة بالعواطف الجياشة انك تندفع او تدفع حالك باتجاه العواطف اليوم خصوصا ما بينك وما بين الزوج او الزوجة جيدة للمصالحات ولكن مش جيدة لفرض الرأي او للمناقشات والجدالات ما بينك وبين الزوج او شريك العاطفة بالنسبة للك او شريك المال حاضر اليوم من توجيه كلام جارح او نابي لان القمر موجود امامك بيسحب من طاقتك فممكن تفقد سيطرتك او قدرة تحملك لحاول انك انت يعني ما تواجه خصم اليوم لانه اليوم الخصم هذا ممكن يكون شرس واشد منك وممكن تشتد المنافسة بينكم حاول انك ما تخالف القوانين عشان ما تصير انت المدام هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انت